السلام عليكم ان شاء الله ده الفيديو التاني اللي هنحاول نلمي فيه افكار وقوانين شافتر 2 نحفز كده ونرجع مع بعض اول حاجة كان عايزين نفرق ما بين الماجنتيك فلاكس والماجنتيك فلاكس دينيس تي في الماجنتيك فلاكس اللي هي في مضروبة في الاريا ده كان بالويبر ده بالتسلا وطبعا الاريا بالميتر سكوير امتى كانت الفاي ام عندها ماكسموم فاليو اما كان كان البيبربنديكلار على الاريا دلوقتي لو معانا ادي اتجاه الفلوكس وادي اتجاه الكويل الكويل مش ماكسموم ومش zero وانا لو ماكسموم كان يبقى بربنديكلار يبقى zero اكيد لو طيب لو اداني الانجل دي اعملها كوزين لو اداني الانجل ما بين الكويل وما بين الفلوكس يبقى هنعمل سين الانجل دي طيب الخط اللي انا برسمه ده هو خط بربنديكلار على الفلوكس او normal to the flux لو اداني الانجل دي مين الانجل دي الانجل دي اتجاه ما بين النورمال على الفلوكس وما بين الكويل فدي هنعمل لها كوزين طيب الخط الوهمي اللي برسمه ده البربنديكلار على الكويل في هناك انجل دي مين الانجم مان استسلمن الانجل دي هنعمل لها سين طب لو ادنا الانجل دي ما بين النورمال على الفلاكس و ما بين النورمال على الكويل الانجل دي زيها زي الانجل دي هنعمل لها صين الكلام ده هيسري في 3 مناسبات لان احنا عندنا 3 حاجات ماكسموم في البربنديكولر اللي هما الفاي ام الماجينيتيك فلاكس والفورس اللي هي بيل بتاعت الواير والامف بتاعت الواير برضو اللي هي بليف وعندنا حاجتين ماكسموم في البرري عكس بقى الكلام ده خالص التورك اللي هو بيان والامف بتاعت الدينامو اللي هي مبي اوميجا الكلام ده هيسري على 3 حاجات دول وعكسه تماما في التورك وفي الامف يريد نركز الكلام ده كده في النغنى عشان ما يجبناش صدوعة عندنا 3 انواع من الفلاكس اللي بتتولد اما يعدي كهرباء اما في الواير اما في الكويل اما في السولينويد طيب قانونهم الاساسية ايه؟ قانون ده البرميابلتي في اي على 2 باي دي مني دي المسافة حدر لك عايز تحسب فلاكس هنا ولا هنا ولا هنا تحسب المسافة ما بين النقطة وما بين الواير دي كده دي اللي حاجة اتعاوب بيها ويريد تعاوب بيها بالمتر فالدرك بالسان تدريها في 10 باور نيجاتف 2 طيب البرميابلتي بتاعت ال اير مفروض حاجاتك حافزها اللي هي 4 باي في 10 باور نيجاتف 7 اما تعاوب بيها هنا فورد باور نيجاتف 7 اي على دي طب بالنسبة للكويل الفلاكس اللي بيتولد في النص في الاكسس بتاعه او في السنتر بتاعه بيبقى ميو ان اي على تو ار مين الار اللي هي الريدياس بتاع الكويل وبرده لعرضنا بالبرميابلتي فورد باور نيجاتف 2 بس ال باي مش هتروح في 10 باور نيجاتف 7 ان اي على الار طب بالنسبة للسلينويد هيبقى ميو ان اي على الال ايه هو الال اللي هو اللينس بتاع السلينويد وده ملوش اختصار هتعاعد بالباي كاملة بس احيانا بيشيل الان على الال ويديني حاجة اسمها ان سمول ان سمول دي number of turns الالتلاتة فلاكس دول بنحدد اتجاههم بامبير رايت هاندرول بس في الواير بيبقى صباع حضرتك اللي هو التخين ده هو والاربع صوابع دول هم الفلاكس ده في الواير لكن في الكويل وفي السلينويد بيبقى العكس بيبقى الصباع ده هو اتجاه الفلاكس والاربع دول هم اتجاه الكورن الفايريت مان اتلقبطش وهما الاتنين اسمهم امبير رايت هاندرول ناخد بالنا من حاجة تانية number of turns ساعات متوباش كاملة ساعات يجيب لك مسلا جزء كده من كويل بس ويقول لك الانجل دي ساي بسكستي وانت كده دي مش لفة كاملة لان مش بواحد طب هعمل ايه قالك يعمل السيتا دفايدة ترتونية ستين انهي سيتا هي الستين لا يباشا السيتا اللي هي قدامها الواير اللي هي اعمل ترتونية ستين شي منهم الستين دي على ترتونية ستين الرقم اللي يطلع لك ده هو number of turns طيب لو عندنا تو ويرز لازم الاول نشوف اتجاه الكورن في نفس الاتجاه والعكس الاتجاه لو اتجاه الكورن في نفس الاتجاه فانت عندك هنا اين قوت اين قوت يبقى في النص ستعمل الفلاكسز مينس بعض عشان هم عكس اتجاه بعض وبرا هتعمل الفلاكسز بلس نا خبان انا قلت الكورن في نفس الاتجاه ده ملوش اي دعوة غير ان انت بتحدد بيت تجاه الفلاكسز معك ايه بشوف الفلاكس ده زي بعض في نفس الاتجاه الفلاكسز عكس بعض مينس محدش يربط الكورن بالفلاكس طيب لكن لو تو كورن عكس بعض هنا اين قوت هنا اين قوت يبقى في النص هتعمل بلس وعلى الاتراف هتعمل مينس ايه نوع الفورس اللي هتتكون هنا هيتكون بينهم اتراكشن فورس اللي اتنين هيتشدوا بعض وهيبقوا بالمنظر ده لكن الناحية التانية هيتكون ريبالشان فورس هيزقوا بعض طيب بيسموها ايه الفورس اللي ما بينهم دول بيسموها الميوتشوال فورس بالمرة نقولها وهيجي سلايد تاني نتكلم عنها اكتر ميوتشوال فورس دي برميابلتي اي وان اي تو في اللنس على تو باي دي طيب ميوتشوال فورس دي بتاعت مين بتاعت الاتنين يعني ده هيشد ده وده هيشد ده بنفس الفورس ده هيزق ده ده هيزق ده الاتنين بنفس الفورس ده لازم يبقوا اد بعض طيب ده لو الواير لفوق او لتحت طيب لو اتجاه الواير بقى زي الرسمة دي انه هو هنا قوت وهنا قوت بنرسم ازاي امبير رات هاند رول تقولك النادي ده واير قوت اعمل صبعك التخين زي ويبقى خارج من الشاشة هتلاقي صوابعك التانية بتلف زي ما انا رسم الاسهم اللي هي بتلف لكن لو عندك الواير ان يبقى تعمل صبعك التخين ده كيانه داخل جوه الشاشة يبقى هتلاقي الفلكس بيلف انتي كلو كويز طيب دلوقته ما يبقى عندي تو وير زي كده وعايز يعرف الفلكس عند اكس دي اكس دي نقطة مش وير عايز يعرف في اتجاه الفلكس فيها زي وان ولا تو ولا سري ولا فور انهي اجابة هي اللي صح لازم ترسم دايرة السنتر بتاعها الواير وبتعدي في نقطة اكس لازم ترسم دايرة السنتر بتاعها الواير وبتعدي في نقطة اكس يعني مثلا دي الدايرة اللي حوالين اي ده ودي الدايرة اللي حوالين الواير الثاني هنا الاثنين قوت فالاثنين anti clock وده برضو anti clock زي حد اتجاه الفلاكس هنا بيبقى tangent للدائرة يعني الدايرة دي حضرتك لفة كده هتيجي عند النقطة دي ده tangent بتاعها الدايرة التانية دي لفة كده فالتانجنت بتاعها لفوق وبعدين اللي جابها هتبقى 2 ولا 4 ولا 2 ولا 4 اما يبقى عندك 2 vectors بربندكرار على بعض وعايز تجيب resultant resultant بيبقى في النص ده resultant ده b total يبقى الإجابة هي 3 يبقى ما ننساش ما يبقى wire خارج أو داخل لازم ترسم دايرة حواليه واتجاه الفلاكس في النقطة اللي انت عايزها هو اتجاه tangent ايه حوال neutral point ده neutral point ده نقطة عندها total أو resultant flux بزيرو طيب عشان تبقى بزيرو لازم يبقى two fluxes العكس اتجاه بعض مورتش current عكس اتجاه بعض ولازم يبقى two fluxes equal بعض تمام طيب لو two wires current فيهم في same direction قلنا هنعمل في النص minus وهنعمل في النص plus قلنا هنعمل في النص minus ليه عشان هما عكس اتجاه بعض يبقى دي اول شرط تتحقق ان هما في النص عكس اتجاه بعض يبقى ال neutral point دي تدور عليها in between في النص هنا ما بين الاثنين لو two currents equal لو i1 add i2 يبقى neutral point في الميت ديستانس بالزبط فين الميت ديستانس دي هنا طيب لو i1 اكبر من i2 i1 اللي ماشي هنا اكبر من i2 اللي ماشي هنا يبقى النقطة هتبقى اقرب لل small current لل weak current يبقى ساعتها النقطة هتيجي الناحية دي طيب طرح ما ال b add b لو عامدت بالقانون اللي بيقولك ان permeability في i على 2 ID هتلاقي ان i1 على i2 لازم تبقى add ratio d1 على d2 فين d1 وفين d2 d1 هي المسافة من اول ال wire لحد النقطة ود2 هي المسافة من اول ال wire لحد النقطة لازم ال current ده على current ده يبقى ادي دي على دي يعني مثلا لو ده 3 امبير وده 1 امبير المسافة دي لو 6 سنتي يعني المسافة دي لازم تبقى 2 سنتي ده 3 على 1 ده لازم يبقى 3 على 1 وقالنا لو ال 2 قد بعض يبقى هي في الميت بوينت طيب لو 2 wires عكس اتجاه بعض قلنا يبقى في النص بلص عشان هم في نفس الاتجاه وبره minus عشان هم عكس الاتجاه هتبقى برضه اقرب لل weaker current لو current 2 ده هو الاصغر يبقى neutral point هنستنى هنا وبرده i1 على i2 لازم تبقى add d1 بس d1 دي كل لها ودي d2 محدش يعمل افضيهات من ال wire لل wire لا من ال wire للنقطة طيب ولو 2 current add لو i1 add i2 مفيش neutral point مفيش neutral point طيب حالة ثالثة ان لو عندك wire انت شايفه wire in او out wire يمين او شمال او فاو تحت والwire التاني in او out وعايز مثلا يحسب flux هنا هتلاقي ال wire ده flux بتاعه الناحية دي كله in وهنا اوت وده قلنا لازم ترسم دايرة حواليه تعدي بالنقطة وهو anticlequise اتجاه flux هنا شمال يبقى في flux شمال في flux in two fluxes perpendicular على بعض يبقى لو عايز flux total تعمل flux one flux two تحت ال root power tool اللي هي bisagoras يبقى دايما لما تلاقي wire يمين او شمال فوق او تحت والwire التاني in او out دايما نروح عامل ايه bisagoras طيب الحالة الثالثة لو two wires برضه بس مع الدين من فوق بعض كده الwire اللي هو ده هنعمل هنا in بالنسبة له وفوق اوت الwire ده يمين و in وشمال واوت يبقى في الجزء ده وفي الجزء ده two fluxes عكس بعض هنعمل ايه هنعمل ماينس لكن في الجزء ده وفي الجزء ده two fluxes في same direction هنعمل ايه هنعمل بلس طيب لو عايزين neutral point neutral point هندور عليها في الماينس هنعمل معنى الماينس قلنا عشان neutral point لازم عكس بعض طيب اجين انت لو عايز neutral point ومثلا i1 ده كان باثنين امبير و i2 ده باربعة امبير يبقى لازم neutral point تبقى على مسافة هنا المسافة دي الدبل بتاعها عشان هنا الاي على الاي برضو equal دي على دي ما حد يش يقولي انه لازم تبقى equidistance لو current add current يا رب يبقى الكلام واضح نخش على ودي سهلة لو current فيهم في same direction يبقى في النص هنعمل plus وهيبقى نفس الاتجاه برضو امبير هندرول هتلف يبقى الاتجاه ما له الاتجاه هيبقى اوت نعملهم بلاز عشان هم في نفس الاتجاه لكن لو هم عكس اتجاه بعض لو واحدة clock والتانية anti clock يبقى تعمل هنا minus طيب لو الاتنين بربندكرار على بعض كويل كده وكويل كده هنعمل ايه؟ يبقى هنعمل بيساجور plus تحت root انهي حالة ممكن تديني neutral الحالة دي هي الوحيدة اللي ممكن تديني neutral طيب بس ناخد بالنا برضه لو turn لو n1 و n2 دول يبقى حضرتك لازم توصل عشان تبقى neutral ان i1 على i2 add r1 على r2 يعني لو 2 لازم لو ده 2 امبير وده 1 امبير يبقى رد رد دول امبير امبير مثلا ما فيش حاجة هتعملهم بلص ولا هتعملهم بيساجوراس بالroot وتطلع لك 0 او هتطلع لك negative لو وير وكويل ده في كذا حالة فنركز فيهم لو وده ادي الكويل اهو كان say anti clock و الوير لفوق وعايز يشوف ال flux هنا anti clock يعني flux out وده عامل هنا in وهنا out فال two fluxes في same direction يبقى هنعمل plus والعكس بالعكس لو ده anti clock وده الفوق ده هنا in وهنا out وده clockwise يعني عامل in ف in و out يبقى دول عكس بعض يتعمل minus طيب في special case بقى لو الاثنم tangent البعض لو coil و ال wire tangently امتى بقى neutral neutral لو هنعمل minus يعني لو ده فوق وده عكس ده clockwise طيب اول حاجة او هم tangent او هم touch each other تاخد بالك ان radius بتاع ال coil هو distance اللي انت هتعمل بها في قانون ال wire ال d add r طيب لو عايزوا neutral قلنا لازم يبدأ عكس اتجاه ده او ده clock ده anti clock يبدأ لتحت طيب عشان تبقى neutral لازم ال b بتاع coil يبقى اد flux بتاع ال wire يعني mu مين اللي اكبر ومين اللي اكبر ومين اللي اكبر ومين اللي اكبر اي وير ولا اي كويل لا طبعا اي وير اكبر يبقى ناخد بالنا عشان يبقوا tangent ويبقوا neutral وضيف عليهم كمان شرط ان يبقى ال n1 لازم يبقى ال i وير اكبر لو two currents اد بعض انسى مفيش neutral لو اي كويل اكبر انسى مفيش neutral فانا اخبرنا من ال special case لو جات الحاجة الثالثة السلينويد السلينويد و wire بنعملهم ازاي احنا متفقين ان الاتنين يتحددون امبرات هندرول فحضرتك زي الشاطر كده هتمسك السلينويد ده هتعمل الاربع سوابع هما اتجاه current فتلاقي ماشي من الشمال لليمين طب ده wire و in وعايز تعرف الفلكس هنا طبع ما قلنا wire in او اوت لازم مارسم حوالي circle هو السمتر بتاعها طيب ده in و الاوت ده ان يبقى يلف حوالي ويعمل tangent هتلاقي ان flux العكس ده الفلكس بتاع السلينويد يبقى لتنين ساعتها هيتعمله minus هيديك data كاملة تحسب ده الواحده بقانونه وتعملهم minus هتيجي تمسك السلينويد الاربع سوابع هما اتجاه current يبقى دول يبقل تحت هتلاقي الفلكس بتاع السلينويد ناحية اليمين الواير ده عايزه تحسبه هنا يبقى لازم ترسم circle هو center بتاعها ده برضو in يبقى اتجاهه clockwise عايزه في النقطة دي يبقى تعمله tangent ده كده بالواير بالكويل و بالواير ما لهم في نفس الاتجاه لا عكس الاتجاه لا بربندكرار يبقى نعمل ايه؟ بايساجرس هتحسب ده الواحده وتحسب ده الواحده وتطبع عليهم قانون بايساجرس الواير لو عندك الواير لفوق قلنا انبرا تندرول يمين و in شماله قاوت والسلينويد ده للمرة التالتة الفلاكس بتاعه ناحية اليمين ده فلاكس السلينويد وده فلاكس الكويل واحد in واحد يمين ان ويمين يبقى برضه تعمل فيهم ايه؟ بايساجرس عشان هم بربندكرار ده ده ring أو كويل مع السلينويد السلينويد اللي تحت يعني الفلاكس بتاعه يمين وده اللي فوق يعني الفلاكس بتاعه الشمال يبقى الاتنين هيتعامله مينوس يبقى انبرا تندرول مع كويل السلينويد و لاير عشان بتحدد تجاه الفلاكس هتنجزلك الكلام ده كله نخش بعد كده على الماجنيتك فورس اللي بتعرض لها واير وهنلاقي ان الفورس دي كان قمامها ايه؟ بل وقلنا ان دي ماكسمم فاني حالة قلنا ان هي ماكسمم برضو في البربندكرر زيها زي الفاي ام فنلاقي هنا في رسمة العنية دي الواير برا للفلاكس فعشان كده مفيش فورس فورس بزيرو فورس فانيش لكن هنا مكان بربندكرر كانت ماكسمم كانت بي اي ال طيب اه زي نحدد الاتجاه نحدده بفيلمنج فيلمنج ليفت هاندرول فيلمنج ليفت هاندرول الصبعة ده هو الفورس والصبعة الطويل ده الفلاكس وترى الصوابع دول الكورنة وهنلاقي ان هم واخدين الشكل بتاع البربندكرر بتاع ماكسمم فتراجع نفسك كده ما تبقى عايز تعرف الفورس ماكسمم انت ماكسمم في البربندكرر زي ما صوابعك معمولة طب نمص على الرسمة دي كده هنلاقي ان الكورنة برا والفلاكس التحت اعمل كده ايدك الشمال اعمل الفلاكس التحت والكورنة برا هتلاقي الفورس زي ما هو رسم في الاتجاه ده طيب هي الرسمة دي بتعبر عن ايه لازم يكون حاططلك هنا زي اه ردز كده بيسممته ردز عشان يتحرك عليهم الواير عشان ما يتولد كورنة اه 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 فيه يمشي فيها طيب اما الان رسمتين دول بقى احنا دلوقتي لو عندنا وير محطوط جوه سولينويد او جوه كويل وير محطوط جوه سولينويد او جوه كويل هل يتعرض لفورس تعال كده نشوف انت هنا الكورنة اللي تحت اللي ماشي في السولينويد يعني هيعمل فلاكس ناحية اليمين الفلاكس كده بارالل للواير واحنا قلنا بارالل يعني مفيش فورس فالفورس هنا بزيرو برضو نفس الكلام هو ما يبقى جوه في الاكسز او في السمتر بتاع الكويل او في السيركول اللوب برضو مفيش فورس ليه عشان ساعتها الواير بيبقى بارالل للفلاكس فمفيش فورس ما ننساش معلومتين دول طب ما بينك فورس ما بين التو ويرز احنا خدنا نابزة عنها لما يبقى تو ويرز في سم ديركشن بينهم اتراكشن فورس او تو ويرز في او 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 في بينهم ربالشن فورس وفورس او د او د تتحسب بميو i1 i2 l على 2 باي دي ناخد بلنا ان ال ال ده هو كومون لينز كومون لينز يعني لو التو ويرز مثلا يعملين كده ده متر وده متر هي الحتة كومون بينهم نصف متر يبقى هنا نستخدم من هنستخدم نصف متر نريد حتة كومون لينز طيب لكن لو سري ويرز لو سري ويرز بنضطر نعملها على حتتين ايا كان اتجاهات السري ويرز ده وير 1 وير 2 وير 3 حضرتك لو عايز تعرف الفرس اللي بيأثر اللي بيتأثر بيها ال وير 2 يبقى تعمل بي I L ال I بتاعته اللينس بتاعه بس ال B total طب هو محطوط فين ادي وير 1 واده وير 3 واده النقطة اللي فيها ال وير 2 كأنك عايز تحسب الفلاكس ال total عند وير 2 ده بكامل طب هما دول في نص بنعمل ايه بنعمل يبقى تعمل B1 و B2 وتعملهم minus بي 1 و B3 وتعملهم minus والله هطلع ده اللي هتعاوب به وهكذا يبقى لو اكتر من توير زي ما فيش بينهم حاجة اسمان متى الفرس بتحسب خطوطين تشوف الفلاكس ولا minus ولا بيسافرس كمان وبقى هتعاوض في قانون الفرس اللي هو بال العادي اللي هو بيتجاب فيلمينج ليفت هاند رول طب السبيندد وير او الويتلس وير في حاجتين لو وير لواحده ولا توير زي بقى سرعه على بعد لو وير لواحده يبقى لازم الفرس اللي الفوق اللي هي بال تبقى قد الويت بتاعه والويت ده Mg ممكن نشيل الماس وإحنا عارفين من زي ما ان دينستي ماس أوفر فوليوم فممكن نشيل الماس ونكتب دينستي في فوليوم في جي ويبقى ده مكان او اكوال البي اي ال طيب الفوليوم عارفين انه هو اكوال اي الريا في لينس فممكن نشيل ده ونكتب بس اللينس هيروح مع اللينس اللي هناك هيبقى بي اي بس في اف جي الرو دي اللي هي الدي نستي بالكيلو جرام بير كيوبيك ميتر كيلو جرام بير كيوبيك ميتر طيب لو واحد منهم بيبقى واحد منهم بيبقى ثابت مثلا والتاني هو اللي ينفع اتحرك فيه وتحت ده هيبقى برضه عنده الويت بتاعه ام جي وهي بيتأثر بفرس بس الفرس ساعتها مش هتبقى ميتر فرس اي وان اي تو ال على تو باي دي فساعتها الميتر فرس دي هي اللي هتبقى اكوال الويت اللي هو ام جي وخبالك لو ادك الويت جاهز يبقى هتشيل ده وتكتب الويت على طول طيب لازم يبقى تو كارنس في سام ديريكشن عشان يبقى تراكشن يبقى هم الاتنين بيشدوا بعض بنفس الفرس فده ممكن يبقى سؤال كمان اللي فاضل التورك وكلنا عايفين ان التورك اكوال بايان وناخد بالنا من الاي في الاي في البي دي مناخد بالنا ان كان خدنا في الاول خالص ان الفاي ام اكوال بي في اي فانت ممكن تشيل البي في الاي وتحط في اي ام فيبقى في اي في نمبر طيب الكويل ده في الوضع اللي هو فيه هو وعند حضرتك التورك كيف قلنا في الاول خالص هو ماكسيمان في البارال ماكسيمان في البارال طيب الواير ده والواير ده هم بس اللي بيتأثروا ب بل وبل والتو فورس دول هم اللي بيسببوا ايه الدوران والدوران ده اللي هو ايه التورك لكن الواير ده والواير ده بلا للفلوكس على طول ما بيتأثروش بفرصة طيب اام لو الكويل ده كان بيربندوكل كان ساعتها هيبقى التورك بكام كان يبقى التورك بزيرو دايبو المومنت در عباره عن30 الرمز بتاعه ام دي بياخد علامة ويكون اي في اي في ان ده دايما ماكسموم ده دايما ماكسموم يعني ايه دايما ماكسموم يعني عند حضرتك فوق التورك ممكن يبقى عامل كده لو هو مع الانجل وبادئ من الزيرو ممكن يبقى عامل كده لو مع الانجل برضه بس بادئ من الماكسموم مش بادئ من زيرو لكن ده مع الانجل لو انت عايز مش التورك ده دايما ماكسموم مالوش حاجة مالوش حاجة فيها يبقى ماكسمم وحاجة فيها يبقى زيره دايما ماكسمم يبقى قانونه دايما ماكسمم والحاجة التالتة انت لو عايز بتاقه بتحدده زي ما كانك بتحدد الفلاكس بالزبط بتحدده بانبير رايت هاند رول بتمسك الكويل ده وتخلي صوابعك في اتجاه الفلاكس اتجاه الكارنت واتجاه الفلاكس هو اتجاه مين دايبو المومنت دول التالت حاجات اللي ما تنساهمش احيانا بيبقى تورك على البي والتورك بقى شوف انت هتديله ساين ولا كوزين زي ما قلنا في الاول خالص نقولها تاني برضو ادي الفلاكس وادي الكويل لو ميديك مراتي الانجل ما بين الفلاكس وكويل هنعمل كوزين لو ميديك انجل ما بين البربندكلر او النورمال عفلاكس والكويل هنعمل لها ساين طيب ده هو فيكتور بربندكلر عكويل وقلنا بربندكلر عكويل ده اللي هو مين؟ الالحى الضيبوا المومنت طيب لو ميديك الانجل ما بين الكويل والالضيبوا المومنت لللاحى اللي هي الانجل ده الانجل دي قلنا اد دي هنعمل لها ساين اللي هي الانجل دها َ ما بين الانجلsemps الكلام ده ياسري في التورك رهي في الدينامو وشفتر سريه لسه هنقوله وعكس الكلام اللي قلناه في الاول مثال بسيط جدا على كذا حاجة هو دلوقتي لو عايز الفورس اللي بتأثر على OQ OQD عايز الفورس اللي بتأثر عليه هو كان الاول بلل للفلكس بعد كده بقى بربنديكولر على الفلكس الفورس ماكسمم في البربنديكولر يبقى هو كان زيره و بقى ماكسمم يبقى هو ده الإجابة يبقى ده الفورس اللي بتأثر على OQ طب لو بيسأل على الفورس اللي بتأثر على OB هنا OB بربنديكولر على الفلكس واما طلع فوق برضو بربنديكولر على الفلكس يبقى الفورس اللي بتأثر على OB دايما ماكسمم طب لو بيسأل على التورك وهو في الوضع الاولاني التورك ماكسمم بعد كده مبقى بربنديكولر التورك يبقى زيره لو بيسأل على التورك يبقى دي الإجابة يبقى كذا حاجة طيب عايزين نقول حاجة كمان في السلايد اللي فات احنا هن قلنا فوق لو التورك مع انجل بيبقى في شكل الساين ويف او كوزاين ويف موجة لكن لو جي قالك التورك مع الكوزاين او مع الساين مش الانجل بس بيبقى ايما طالع ايما نازل بيبقى مش كيرب فناخد بالنا هو عايز العلاقة مع الانجل ولا مع كوزاين او ساين الانجل دي كده ملخص الافكار كلها بتاع شابتر سريم عدا انا نزل لها فيديو برضو لوحدها وفيها حل ان شاء الله المعاصر الجديد فتابعونا وان شاء الله مش هنتأخر السلام عليكم